اخر موضوع هتكلم معاكو في او برشلونة الناس كتير بتتكلم على ان فيران توريس ادامة راوري ووباما يانج مش كواليتي برشلونة لكن بص يمكن تحط نفسك مكان النادي في ظروف المادية اللي فيه يمكن يكونوا هما مش كواليتي برشلونة في العادي بس هما هيدوك حاجة ناقصة برشلونة هي السرعة تحديدا الاثنين ادامة راوري ووباما يانج وفيران توريس هيديك اللعبة بين الخطوط صحيح هو هيوحك جول ميت مرة ويضيع اوباما يانج صحيح فيران توريس غير مكتمل للنوت جو الا كان ظهر احسن من كده حتى في سيتي صحيح ادامة راوري العيد قوي بدنيا اكتر منه اي حاجة تانية لكن في النهاية هيدوك شوية حاجات لحد بس ما توقف على رجلك مادية وتقدر تستثمر وتكمل نواقصك انا مش قادر احكم على شافي هرناندز ومش قادر احكم على مشروعه لان حسس ان كان فيه عدد كبير جدا من العناصر بيضة في النادي اداريا قدت لمشاكل كتير في القايمة قدت لازمات كبيرة قدت لان عشان الوقت عشان التصليح ده يتم لازم تتاخد وقت كافي واتمنى ان انا شوف الخطوات الصحة تتاخد في التوقيت الصحة في الموسم الانتقالات الجاية وفي المباراة المقبلة من شافي هرناندز بيب جورديولا اول موسم ليه كان ضعيف قياسا ببيب جورديولا في منشستر سيتي ولكن هو كان بيغير القايمة كلها وبيمشي بقى ايام جايل كليشي وباكاري سانيا وبيمشي ناس هي نجحت قبل كده بس مش بتوع بيب اول موسم ليورجان كلوب كان مش جايب بالنسبة لفرق يورجان كلوب لكن البنى لما بيتم بوقت كافي بيبان لما بتاخد يعني بمعنى اي انا عايز اقول ان لازم يكون فيه رؤية صح واستثمار في الوقت في الرؤية الصح واستثمار بالفلوس في الوقت الصح بس لازم تبقى عارف انك نراهن على رؤية صح المشكلة ان شافي هرناندز انا ما اقدرش اقول ان الراهن عليه صح لان ما فيه سابق تجربة فهو ريسك لكن لو الادارة شايفة ان هو الصح ان الراهن عليه صح لازم نزبر بقى عليه لحد ما يقدر يحط يستثمر وقت وشغل وتدريب وتطوير في الصغيرين ومنحوه كثير من النضج وتطوير فلسفته في الكورة واستخدام العناصر اللي دخلت جديدة لحد الوصول لمرحلة الانتقالات يكون النادي صلح من وضع المادي فقدر يجيب العيبة كويسة كل ده لازم استنى عليه المشكلة هنا بتبقى انك بتستنى على رؤية اصلا على مشروع انت مش جامل نجاح لانك ما تعرفش الراجل ما عندهه سابق نجاح فانت بتريسك جامد لكن لما الريسك بينجح زي ما حصل مع ريب جوريولا بتحس انك على قمة الجبل وقمة العالم زي ما بيقولوا ولما بيحصل الاستضام بالحيط بتكون موقفك زي منشستر يونايتد بتهد وتبني تاني واعدين تهد وتبني تاني واعدين تهد وتبني تاني وتبني تاني وتفضل في الديلمة دي لفترات طويلة جداً موسيقى